اعتبر الرئيس سعد الحريري أن هناك ثلاث مغلطات رئيسية في مقابلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أولها بحق السعودية وتاريخها المشهود في إدارة الحاج ورعاية المسلمين من كل الجنسيات والأسقاع الرئيس الحريري وفي تغريدات عبر تويتر قال أن السيد نصر الله يتقاطع مع الموقف الإيراني الذي يتخذ من أرواح المسلمين الأبرياء وكارثة منا وسيلة للنيد من السعودية وتصفية الحسابات السياسية مضيفا أن الكارثة التي حلت بضيوف الرحمن هذا العام كارثة أصابت المسلمين جميعا لكن إيران ومن خلفها حزب الله يتعاملان معها كما لو كانت غارة على حوثيين الحريري قال أن كلام السيد حسن يجاري كليا الكلام التحريضي الذي صدر عن السيد علي خامنئي وكلهما ركب مركب التحامل على السعودية وقيادتها لكن السيد حسن ذهب بعيدا في الدعوة إلى مشاركة الدول الإسلامية بإدارة شؤون الحاج ورأى الحريري أن هذه دعوة إيرانية خالصة لم تشارك فيها أي دولة إسلامية ومبعثها الحقيقي إخراجه مكة المكرمة والحرمين الشريفين من مظلة الرعاية السعودية وأضاف إذا كان أهل مكة أدرى بشعابها فإن لمكة ربا يحميها وقيادة نذرت شبابها وشعبها لخدمتها وليكون لإيران ما تنادي به مهما على الصراخ أما المغلطة الثانية في كلام نصر الله اعتبر الحريري أنها كالعادة بحق سوريا وشعبها فالسيد حسن ينفي أي تدخن لإيران في الشأن الدخلي السوري وهذا أمر يثير الضحك والاستغراب فعلا وقال أن نصر الله يتصرف في الوقت ذاته باعتباره المندوب السامي الإيراني في سوريا ويتخذ حق التفاوض بشأن الزبدان والفوعة وسواها وهو يتحدث عن الهدنة وهو يعلن بنود الاتفاق وهو يكرس قواعد التطهير العرقي أو المذهبي المتبادل بين المناطق السونية والقرى الشعية كما أنه يشرح أبعاد التدخل الروسي في المعادلة السورية ولا يجد ضيرا في التقاطع الروسي الإسرائيلي حول المسألة وتابع الحريري أن المصير السوري في عقل وإدارة حزب الله موجود فقط في الدائرة المذهبية لمصالح حزب الله في المنطقة حتى أن بشار الأسد يتصرفون معه باعتباره كبير الخدم في هذه الدائرة وهو من خلال مطالعة السيد حسن السورية بالكاد يعرف ماذا يجري في سوريا أما المغالطة الثالثة غراد الحريري فهي بحق لبنان الذي يعتبره السيد حسن ملعبا للسياسات الإيرانية بامتياز معتبرا أن كل منطق السيد حسن في مقاربة الشأن الداخلي يعني أن لا شيء سيتحرك خطوة واحدة إلى الأمام إذ أنه يعتبر أن المسيحيين أساس في وجود لبنان لكنه يعيدهم بأن الرئاسة الجمهورية تعني وصول شخصية تغطي حضور حزب الله وتأثيره في العديد من البلدان ورأى الرئيس الحريري أن نصر الله يعلن بالمختصر غير المفيد أنه لا يكون هناك رئيس للجمهورية قبل معرفة المصير النهائي للرئاسة السورية وختم الحريري تغريداته بالقول إن بقية الكلام عصف على وتر الهدايا المجانية للمسيحيين واللبنانيين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر